لاحظ أنها انكسرت حينما استقالت الحكومة أصلاً بفعل حركات الشارع هل يمكن أن نقول أن استمرار الحراك ربما يجعلها تخسر أصلاً في مواقف أخرى؟ لا شك بالنهاية الحراك حتى الآن استطاع أن يحصل الكثير من المنكاسب التي لم يكن يحلم بها اللبنانيون أنا ما أقوله أن نصحح بمعنى أن نوجه الآن الحراك نطوره نعم الآن ما حدث حتى الآن كان إنجازاً عظيماً لم يكن يحلم به أي لبناني ولكن ما أقوله حتى نستطيع الاستمرار السلطة تتعامل معنا باستراتيجية أوعى إلى حد ما لماذا؟ لأن وجودهم في السلطة يتحكمون بكل شيء خبرة في الفساد خبرة في التملص من المحاسبة فلذلك عندهم استراتيجيات وهم أصلاً يفكرون بعقلية الميليشيات لأنهم ميليشيات فلذلك أنا ما أقوله هي عبارة إلى حد ما نصائح لتقويم حركة أن الحراك حتى الآن الله أعطيكم وعافي حتى الآن ما قمتم به في ذلك الظرف مناسب الآن الظرف يحتاج منكم إلى تحرك جديد استراتيجية جديدة حتى تنتصروا على هذه السلطة لا شك بالنهاية الحراك هو عبارة عن صراع بين جهتين جهة تريد الاستئسار بالسلطة والتمسك بالسلطة وجهة أخرى تريد أن تذهب بهذه الطبقة التي حكمتها والتي صرقت مقدراتها وأنهت مستقبل أبنائها وذهبت بكل ما في البلد والعنوان الأبرز للاستراتيجية الجديدة التركيز على رؤوس الفساد ومؤسساتهم أن يكون الحراك موجه ضد حياتهم ممارساتهم السياسية ومصادرهم الاقتصادية أن يتم تطويق مؤسساتهم الاقتصادية وأن يعيقوا كما حصل البارحة البارحة الذي حصل في مجلس نواب أنا برأيه هو أخطر حدث حصل منذ مداية الحراك حتى الآن استطاع السوار يعني الآن الرئيس نبيه بري كان يعتبر نفسه أنه عراب أي اتفاق أو أي يملك حلول لأي مشكلة في لبنان الذي حصل البارحة كان أكثر يعني أكثر المحرجين في الذي حصل البارحة هو الرئيس بري لأنه هو الذي دعا إلى هذا الاجتماع وكان يعول عليه إلى حد ما ثم تفاجأ بأن الشارع كان على يعني كان جدا في وقوفه ضد انعقاد هذه الجلسة واستطاع أن يكسر إيرادة السلطة في انعقاد جلسة البرلمان وبالتالي كان إنجازا مهما أنا أقول يجب أن تكون التحركات التالية موجهة كالذي حصل البارحة لشل عمل المؤسسات الحكومية وشل المرافق الاقتصادية المرتبطة بالشخصيات الفاسدة في الدولة